السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مع وطني كذبان كذبان ان شاء الله وطني بيك ربحان وكذبان وصباح الفل وصباح الاشتاء اهلا وسهلا بكل حبيبي ومتابعيني وكل اصدقائي وكل زملائي على اليوتيوب وعدت انا قبل كده ان انا هعمل كورس عن يعني ازاي تعمل قناة ازاي تعملي قناة ازاي يعني الموضوع دوت فاحنا هنبدأ الكورسة جماعة زي ما قلتنكم ان شاء الله هيكون مفيد جدا 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 لانه هيكون شرح ميسر كده وبسيط والناس كده ايه يعني هتفهموا بسرعة باذن الله وانتو ماشاء الله ماشاء الله بصوا ازكية اوي 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 يعني الزكاة بصوا يعني ما اقول لكمش انت عارفين انا بقى دورا انت ريت يعني بصوا الزكاة ما اقول لكمش يعني ازكى من وطني ماشي سامعك انا هو بتقول لها يعني انت ازكى من وطني وسامعك بتقول لها انا ازكى منك هو تنتبعا اكيد 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 المهم باذن الله تعالى هنعمل كرسي ظريف كده لطيف يعني انا هحط فيه كل تجربتي وكل خبرتي اللي قليلة جدا وبسيطة جدا بس برضو مهما كانت قليلة وبسيطة يعني يعني هتبقى مفيدة والله للجميع باذن الله تعالى فانا حاخدك معايا كده امسك ايدك كده واقول لك انت عايز تعمل قناة هتقول لي ساعدني يا وطني علمني يا وطني هقول لك حاضر تعالى بس انت بعد ما تتعلم تبقى تعلم وطني عشان وطني برضو محتاج يتعلم حاجات كتير طيب هيبقى بداية الكورسي يا شباب احنا دلوقتي الاول عايزين نحدد الكورس الكورسي هيبقى عبارة عن ساعة لربع من نص ساعة لساعة لربع على حسب حضور يعني حضوركم ان شاء الله من نص ساعة لساعة لربع هنشرح انا طبعا الاول هنزل فيديو مثلا نزلت فيديو مثلا اليوم عن الموضوع دو الخطوات اللي انتو هتعملوها او هتعملها او هتعمليها لما تيجي تقولي انا هعمل قناة جديدة انا هاخد من الاول خلص كأن انا ما اعرفش حاجة وعايز اعمل قناة جديدة ولسه بقول لي بسم الله الهادي وبقول انا فيه هو فين اليوتيوب دوت هو على المسينجر ولا على انستجرام انا عايز اخش على اليوتيوب لا يا عمي ده اليوتيوب ده حاجة ثانية لوحده اوكي فاول ما هتقول يوتيوب حاجة كده من ايدك كده واقولك ازاي تعمل كل حاجة فمثلا هنزل الفيديو حلو هنتفرج النهاردة مثلا على الفيديو عادي فيديو محتوى نازل هتتفرق حضرتك عليه وتفهم اللي فيه لو انت عندك نفس المعلومات يبقى برضو انت اكدت معلوماتك لاني مش هنقول معلومات فيها فتاوي انا ما بفتيش انا هتدي لك الخلاصة بامر الله تعالى طيب شفت الفيديو بقولك زودت معلوماتك لو انت عارف المعلومات دي اتواكدتها بعد كده هتعمل ايه هتيجي تحضر معايا نشرح الكلام اللي قلناه في الفيديو على القناة على الكاميرا زي ما بتشوف انا بعمل في البس هيبقى بس تعليمي اللي نعنده نقطة في الجزء اللي احنا نزلناه هيقول يترح السؤال بتاعه ونرد عليه ونعمله مع بعض لحد ما هو يتقنه تمام التمام دي حاجة تانية حاجة عايزين نحدد الساعة اللي هنعمل فيها الكلام ده تحبوا مثلا بعد صلاة المغرب في مصر او او اه مسلا الساعة تمانية صباحا في مصر انتو برضو لو سمحتوا الفيديو اللي دوت اللي نازل دوت يعني لو تكرمتم يعني يبقى فيه يعني ايه يعني فيه تجاوب بينا اه والله يا وطن احنا مثلا ممكن اتعمله في المعادة دوت هنشوف اكتر ناس مثلا يعني يعني هي طبعا هيبقى ناس هتقول لها الصبح وناس هتقول الظهر وناس هتقول العصر ناس هتقول المغرب لو حد عنده اقتراح بمعاد تاني يكون واسط بين اللي انا بقوله اوكي بس يا بعد سارة المغرب يا ايه يا يا الساعة تمانية الصبح بتوقيت مصري طبعا فانتو حددولي كل واحد يخش او واحدة تخش على الفيديو من زميننا او كده تقول المعادة اللي هي عايزة وانا هشوف ونعمل مقارنة ما بين يعني رأيكم ونحدد المعادة على هذا الاساس اللي مش هيقدر يهقدر البس مش مشكلة برضو ولكن هيبقى عنده الفيديو بخطوات مية في المية هنمسك من اول كذا هنشرح الستوديو حتة حتة وكلمة كلمة لانه لاحيست ان الناس كتير ناس كتير حتى مش عارفة يعني تخش الستوديو بتاعها لحد دلوقتي ومثلا بيبقى عنده خمسمائة مشترك ستمائة مشترك احيانا الف مشترك وماشي وبيعمل فيديوهات حلوة ومحتوى حلو هنمسك الستوديو نفسره حتة حتة همسكك من اول الاعدادات الاعدادات بتاعت القناة مهمة جدا جدا عشان يعني من الاول يبقى انت بتنزل محتوى يرتفع ويرتفع مش بس يبقى خلاص دخلت اليوتيوب وارمي اعمل فيديوهات عبيله وديله وعمل لا احنا دلوقتي عايزين همسكلك من اول من اول ما تعمل قناة هقولك ازاي وبعدين نبدأ نقولك ايه نقولك يلا تعالى شوف الاعدادات ازاي نعمل الاعدادات مع بعض كما انزل هتفتح انت عندك وتشوف معايا ونعملها على البس وعلى الفيديو اللي انا هنزله بعدين نمسك بعد الاعدادات نمسك الستوديو حتة 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 نمسك الترجمة الترجمة ضرورية بصوا على شمالك وكده في الشمال وانت اول ما تفتح الصفحة بتاعت اليوتيوب وتخش قناتك كده قبل ما تخش قناتك هتلاقي بيقولك الترجمة ضرورية جدا عشان تجيب لك مشاهدين وترفع لك الفيديو الترجمة 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 مهمة جدا هعلمك ازاي ترجمها هنتعلم مع بعض ازاي نعمل السي يو حتى اللي عنده تليفون هنقوله يعملها ازاي هتابع معاك السي يو هفتح لك معادي اقولك بص الفيديو بتاعك دوة صفر اعمل كده عشان يبقى تسعين في المية او تمانين في المية يعني مش هنسيب حاجة خالص هعلمك ازاي تعمل تعليقات انتوا فاهمين الايام ديت ما شاء الله نزل من اليوتيوب على موضوع التعليقات ده حكاية غريبة وحكاية يعني رهيبة يعني فيها دقيق جامل دلوقتي على التعليقات فانت من الاول ما تعمل القناة تريح نفسك وبتقوله لا هنعلمك تعمل ازاي الاعدادات بتاعت التعليقات عشان تبقى انت بريء من اي حاجة هنعلمك ازاي ما جيلكش نقلات غير شرعية مش هنسيب حاجة لحد تفعيل القناة ولحد تحقيق الشروط اوكي مع بعضين ان شاء الله نكسب ونربح وانا اكسب واربح وانتوا تكسب وتربحوا هعلمك ازاي يعني ايه يوتيوب يعني ايه ما تشتكيش من قلة المشاهدات يعني انت حتى لو عندك قلة المشاهدات انت برضو مش خسران هعلمها لك يعني ايه الكلام ده وحفسره لك وانت هتقتنع باذن الله لما تشوفوا انه هو حقيقة وواقع حتى لو بيجي لك على كل فيديو خمسين ستين انت برضو ماشي في الطريق الصح اوعى تحبط اوعى تجد خلينا اسمع كلامي احضر معايا الكورس هنعمل سلسلة واحد اتنين تلاتة ومش هنطول في كل فيديو ساعات لا احنا هنعمل حاجات بسيطة كنا هنمشي مع بعض خطوة خطوة وتيجي البس احضر معايا البس من نص ساعة من نص ساعة لخمسة واربعين دقيقة نتناقش وكده في اللي فات يبقى مثلا نشوفنا الفيديو يبقى نتكلم عليه يبقى كلنا ثبتنا المعلومة انا كمان ثبت المعلومة مش هقولك حاجة بفتوة وافتيلك وقولك اصلوا بس بقى حضرتك بقى العصافير طالت يا استاذ وطني وانت يا استاذ وطني بصراحة بتضحك علينا وانت شكلك كده بقى بتنصب يا استاذ وطني عشان المشاهدات لا والله العظيم هعلمك اكسم باللل ما حد يعلمه لك مش عشان مش عشان انا يعني يعني عارف حاجات كتير عن ناس تانية لا فيه ناس عندها معلومات حلوة بس مش بتعرف توصلها او بتضطر برضو تزوقها انا هقولك كده بص يا استاذ وطني انا هعلمك كل حاجة كده بامانة يا استاذ وطني سلام عليك يا استاذ وطني والعصافير طارت يا استاذ وطني يا انا مع السلامة وان شاء الله هنتظر منكم تحديد المعاد وتعاونوا معي عشان اتعاون معاكم وانت عند وطني اكسم بالله كذبان وهو كذبان بيك كذبان صداقة كذبان اخوة كذبان رجولة كذبان جدعانة كذبان شياكة كذبان في قناتك قول يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي تحياتي تحياتي